السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب حلقة جديدة في منتهى الأهمية شاهد هذه الحلقة من أولها لآخرها ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب لايك والاشتراك في القناة ونشر المحتوى على أوسع نطاق ممكن معانا حلاء أو موضوع مهم جدا هذا الموضوع بناء على طلب الكثير من الأصدقاء شاهد الحلقة للنهاية وركز معي قوي في الكلام اللي هقوله النهاردة فيما يخص أحداث قادمة في مصر كلنا متابعين الدعوات اللي موجودة ليوم 11 عمل مظاهرات في مصر طبعا ناس كتير اتكلمت معايا وبتقول لي أنت بتتكلم عن السعودية وبتتكلم عن العراق وقاعد بتتكلم عن كل الدول وناسي بلدك مصر اللي أنت منها فالإجابة بتكون دائما إذا اقتضى الأمر الكلام بنتكلم ليه؟ لأن لو أنت فتحت بمنتهى البساطة في القناة عندي وتصفحت الحلقات هتلاقي أن حلقات كتيرة جدا اتكلمنا فيها عن مصر وعن أحداث مصر في آخر الزمان ولسه آخرها من يومين اتكلمنا عن صحابي مصر وعن شخصية الأخنس وعن ملحمة الإسكندرية ولكن يعني أسهل حاجة الاتهامات اللي ملهاش أي دليل وإحنا مش بيهمنا وأنا مش يعني مش فاضي أصلا لهذه الاتهامات عندنا ما يشغلنا فالدعوات عشان نخش في الموضوع اللي هتبقى يوم 11 11 لعمل مظاهرات بسبب غلاء المعيشة إحنا نقدر إن إحنا نصنفها ضمن التصنيف السليم اللي هو إيه شوف إيه اللي بيحصل دلوقتي في أسبانيا من مظاهرات بسبب برضو غلاء المعيشة وشوف اللي بيحصل في فرنسا مظاهرات بسبب غلاء المعيشة وشوف اللي بيحصل في بريطانيا ولسه معانا خبر يعني منذ دقائق قليلة استقالة رئيسة الوزراء البريطانية لأن في مظاهرات والناس مش راضية ومش عاجبها اللي بيحصل إذن إحنا نقدر نصنف أي تظاهرات الفترة القادمة علشان برضو الناس يعني نتكلم كلام كده على بلاطة الشعب المصري زي وزي كل الشعوب اللي في العالم بيطمع في مستوى معيشة يعني يكون مقبول ويكون جيد يتناسب مع آدمية الإنسان كل الشعوب تطمح في هذا الطلب والمظاهرات اللي حصلت في تونس واللي حصلت على فترات زمنية من فترة في الجزائر واللي بتحصل في ليبيا كل ده أيها الأحباب عشان نصنف ونوصف الأمر توصيف سليم هي فتنة الدهيماء اللي احنا عايشين فيه ده في مصر وفي تونس وفي ليبيا وحتى الدول اللي ما حصلتش فيها ثوارات ربيع عربي طالتها هذه الفتنة بشكل أو بآخر وشوف السعودية اللي ما حصلش فيها ثوارات ربيع عربي لكن تورطت وشوف الإمارات اللي تورطت وشوف الكويت اللي تورطت في فتنة الدهيماء مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما تسيبش حد إلا ما إيه طلطم ولطمة قوية كلما ظن الناس أنها انتهت تمادت فالدعوات اللي هي يعني في المظاهرات لمصر التظاهر يوم حداشر حداشر ما هو إلا موجة جديدة من فتنة الدهيماء كلما ظن الناس أنها انتهت تمادت تعال نمسك الأحداث في مصر منذ أن بدأت فتنة الدهيماء في عام 2011 وبنقصين صورة يناير لأن احنا كلنا زي ما أكدنا في حلقات كثيرة فتنة الدهيماء ديت صورات الربيع العربي والكلام ده مزم لأن فيه واحد في التعليقات عرض على يتعليق غريب يعني يعني يا ريتي اللي مش فاهم يتعلم قبل أن يتكلم فتنة الدهيماء كلمة الدهيماء مش معناها شتيمة لأن فيه ناس مفكرة الدهيماء دي يعني إيه الغوغاء يعني من الناس الكلام ده مش مظبوط لأن فيه تحريف للكلام واحد يقولك يعني اللي نزل في صورات الربيع العربي دول غوغاء من قال ذلك اعرف معنا الدهيماء الأول وبعد كده اتكلم فالمهم إيه اللي بيحصل من أول صورة يناير إن الناس كانت تطمع فيه تغيير نظام الحكم أول ما تغير نظام الحكم ظن الناس أو يعني ظننا في الأمر أن الأمور انتهت بعد كده اشتعلت من جديد بعد كده جيه الرئيس مرسي الله يرحمه وظن الناس أن الموضوع استقر بعد كده الموضوع اشتعل من جديد بعد كده موجود دلوقتي الرئيس السيسي والأمور يعني لللي يتابع الحاديث ويحل الحاديث النبوية إن لن يستقر أحد على حاكم في فتنة الدهيماء لو أنت عايز فلان غيرك عايز علان لو أنت عايز سين من الناس غيرك عايز صاد من الناس وده اللي إحنا قلناه في تونس وده اللي إحنا قلناه في ليبيا وده اللي إحنا قلناه في السودان وده اللي إحنا قلناه في اليمن فسبحان الله يعني الأسماء بتاعت الدول تتغير والأشخاص كرؤساء حكام ومحكومين يتغيروا ويبقى أن ما يحدث الآن في العالم الإسلامي هو فتنة الدهيماء طيب إنهاية هذه الفتنة عشان برضو يعني إيه ما نتعبش الناس نهاية هذه الفتنة ظهور الإمام المهدي وانتهاء الحكم الجبري اللي هو ماشي على خط متوازي مع فتنة الإيه الدهيماء فتنة الدهيماء واغدى الحكم الجبري في حضنها وماشيين وانتهاء هذه الفتنة بنهاية الحكم الجبري هذا الكلام ينطبق على العالم العربي في الإجمال يعني ما تقدرش أن أنت تميز ما بين هو النظام الحكم الجبري ممتد وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ينتهي عندما ينادي مناد ده كمان فتنة الشام الحديث ده بيكلم عن فتنة الشام وفتنة الشام هي خاتمة الفتن التي تسبق ظهور الإمام المهدي ينادي مناد إن أميركم فلان فالكلام اللي إحنا عايزينه نفهمه للناس الشعب المصري أو الشعب العربي المسلم بصفة عامة هذه هي فتنة الدهيماء التي نحياها هتنزل وتطالب بالتغيير وهنفترض إن التغيير تحقق هتلاقي في نفس التوقيت بعد ما حققت التغيير طائفة أخرى جاءت وطالبت باللي أنت كنت بالطالب بعكسه وتفضل قاعد في الدوامة دي مين اللي فهمنا الكلام ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا أنا حبيت إن أنا أكون يعني ماشي مع الواقع لأن ما ينفعش إن إحنا نبقى مغيبين بنتكلم في عالم آخر وعالم موازي والناس في كلام والناس في كلام تاني وننظر للأمر نظرة شرعية بحتة قال الله وقال الرسول أنت في فتنة الدهيماء بكرر مش هتخلص هذه الفتنة إلا بظهور الإمام المهدي جرب وحاول وفي الآخر خالص لن يحدث إلا ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلام بارك الله فيكم أيها الأحباب بعد قليل حلقة فيها أخبار هامة جدا تخص تطورات الوضع في الدول العربية في السعودية وفي الأردن وفي قطر أخبار جديدة عن المنديال المزعوم وهل هيت لعب ولا لا بارك الله فيكم أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم